السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر علي السيد اهلا بكم في فيديو المراجع النهائي على الوحدات التالتة والربع من منهج اللغة الانجليزية للصف الاول السانوي الفيديو الاول على الكلمات مراجع على الكلمات عشان تستفادوا من الفيديو اوي بعد اذنكم تكتبوا كل ملاحظة واقولها ومتنسوش تقرروا معايا الكلمات بتاعت الاختياري لان اصلا الكلمات دي هي كلمات الوحدات التالتة والربع وبالتالي بنرجحها سواء اخترنا الكلمة دي او لا فانا هترجم كله ركزوا معايا بقى اول قمنا معايا بيقول كلمة ميك هنا معناها يجعل ميك معناها ايه يجعل لان كلمة ميك لها معنى تاني معناها يصنع لكن هنا يجعل وفي الغالب بتلاقي بعدها مفعول ثم المفعول بعده يا اما صفة يا اما مصدر واحيانا اسم بس دول الاتنين الاكسر شيوعا طيب by taking on take on معناها ايه يتولى يتولى مهمة او عمل وهكذا too much work الكثير من العمل الزائد عن الحد اكثر من اللازم كلمة too much كلمة too عموما معنا اكثر من ايه الحد المطلوب اللي هو اللازم يعني خلاص حاجة زيادة قوي يعني مثلا اقول it's too hot يبقى ساخن اكتر من الدرجة المطلوبة طيب الاجابة تبقى يا طرى plump من فاكر plump يعني ايه يعني امتختك شوية كده مكتنز الجسد ممتلئ قليلا بطريقة جميلة dirty معناها متسخ dirty معناها متسخ weight hard معناها ايه بقى كصفات معناها صلب او صعب تمام وكحال معناها بجد طيب miserable معناها ايه تعيس او بائس او مثير للشفقة تعيس ده اشهر معناه او بائس او مثير للشفقة طب الاجابة تبقى يا شباب ها من يقول هتبقى miserable صح ليه miserable عشال معنى بيقول ليه تجعل نفسك لماذا تجعل نفسك تعيسا او مثيرا للشفقة بانك توليت عملا اكثر من اللازم رقم اتنين بيقول my sister has a child اختي لديها طفل with not rose cheeks rose cheeks على بعض معناها ايه وردي الخدين يعني ايه خدوده كده محمر حلوة كده تمام he is very beautiful هو جميل جدا عافين الطفل صغير اللي بيبقى كده ايه متاختغ شوية وكلبوس شوية كده وخدوده لونها احمد بيكون جميل يبقى محتاجين صفة ايه بقى plump هي يبقى اللي جابها تبقى plump معناها مكتنز الجسد ممتلئ قليلا كلمة اغلي معناها قبيح و tired متعب و dirty معناها متزخ كراروا معي زي ما اتفعنا رقم ثلاثة بيقول the poor woman had a space face المرأة المسكينة او هنا ممكن اقولها المسكينة ممكن اقولها الفقير عادي كلمة poor معناها فقير او مسكين او ايه او رديء او سيء تمام had a not a face لديها وجه نقط as as هنا معناها لان وتسوي since وتسوي because خلاص يبقى كده ممكن as غير بينما اللي احنا اخدناها في الوحدة الاولى ممكن تسوي since و because وقلنا since لها معناها تاني منذ وفي المضرع التاب يبقى since و because و as لو سوى بعض معناهم ايه لان لان she worked hard يعني اشتغلت بجد هنا hard حالة على فكرة اللي هي دي قلناها من شوية بجد اشتغلت طيب واضح من الاختيارات انه عايز صفة ايه يبدو عليه التعب مين فاكر صفة يبدو عليه التعب بتلخباتكم صح طيب بصوا معايا كلمة tired tired يعني متعب tired يعني ايه متعب حطوا عليها يبدو بس اللي هي ايه look وعليها ing اللي هي بان نبدأ ب tired وبعدها looking tired looking tired looking يبقى اللي جابها تبقى tired looking طيب رقم اربع you mustn't go there alone at night يعني لازم ما تروحش هناك لوحدك يجب ان لا تذهب هناك لوحدك تمام وبالليل كمان at night ليه anything might not اي حاجة ممكن تحصل صح مانتاجين في النقطة تحصل من يقول يعني ايه يحدث او يحصل بالانجليزي اول كلمة خدناها زمان اسمها occur 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 ماشي occur مش النطق التاني للنس اللي بتطقوا غلط النطقها occur occur معناها يحدث طب ما فيه take place يحدث برضو نحفظ الحاجات دي take place يعني يحدث طب ما فيه happen يا مستر وديه احسن واحدة واكسر شيوعا الموجودة happen هنا تمام طيب يعني take part وparticipate وشير التلاتة نفس المعنى احفظوا معي التلاتة كلمات دون مهمين جدا 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 take part معنى يشارك take part in participate in يشارك فيه share in يشارك فيه يبقى التلاتة معنى هم ايه يشارك اكتبوهم take part participate share رقم خمسة it took us three years to pay off all our space take مفعول به مدة زمانية معنى هي استغرق يبا استغرق مننا قد ايه ثلاث سنوات to pay off نسدد all our nought واضح جدا نسدد الديون اللي علينا صح ديون يعني من فاكر debt be silent debt واضف اس الجامع يبقى debts يبقى ليه جابة تبقى debts طيب money هنسدد الفلوس بتاعتنا ما هي our money يعني فلوسنا خلاص ممكن اقول الفلوس اللي علينا ماشي كنتمش لكن ايه كل ده ما هو debts معنى الفلوس اللي علينا the money we should pay off طيب jobs وظائف twins معنى توقم كلمة مهمة جدا twins يعني ايه توقم ودي جامعة تمام twins توقم طيب رقم ستة my brother found a knot in a big company in alexandria اخويا وجد ايه با في شركة كبيرة في الاسكندرية وظيفة وجد وظيفة في شركة كبيرة تمشي طب ليه طب ما هي work يعني عمل ما تمشي ليه هقولك لا غلط دي خطأ لقوي ازاي يا مستر ما هو عمل ما هي العمل هي وظيفة لا كلمة work بمعنى العمل اللي هو الشغل اسم لا يعد uncountable ايه countable لا يعد من يفكرني الاسم اللي لا يعد تبياخد اول الان ولا ما بياخدش اول الان ما بياخدش اصلا اه خلي بالك قبل نقض فيه اه وكمان ما بياخدش اس الجامعة صح؟ وبالتالي مش هتمشي طب ما هو كلمة work ممكن برضو تعد يا مستر ايوه بمعنى ايه عمل فني او عمل نحتي او عمل ادبي وهكذا ماشي؟ طيب career معنى ايه؟ حياة مهنية حياة ايه؟ مهنية حفظوها حياة مهنية طبعا كمعنى مش جاية خالص profession معنى مهنة الله يبقى دي تمشي لا خلي بالك لما اقول مثلا teaching profession مهنة التعليم medical profession مهنة الطب يبقى بنتكلم عن مهنة شيء بشكل عام لكن الراجل هنا موقف خاص في شركة كبيرة وفي اسكندرية مهنة بشكل عام ازاي وبيتكلم عن وظيفة هنا جماعة فالاجابة job تمام رقم سبع بيقول it took her a long time اخذ منها تير يعني الوقت كده بالعامية بالفصحة لقد استغرق منها الامر طويلا two not and not enough confidence كلمة enough يعني كافي confidence كلمة مهمة جدا 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 احفظوها ثقة ثقة تمام يعني قريبة من trust كده to speak انت تحدث in public يعني امام الناس يعني امام العامة in public تمام يا ترى win win يا شباب بعدها دايما win a game يفوز بمبرامسة win a game ممكن win a prize يفوز بايه بجائزة تمام يبقى مش هتيجة طيب beat beat بعدها يهزم ايه شخصا او فريقا يبقى beat معناها يهزم beat يعني ايه يهزم احفظوها beat يهزم والتصريف التاني beat والتالي beaten beat beat beaten earn معناها earn money يربح مالا يبقى يربح مالا او earn a living واحفظو دي مهم ممكن تيجي في الاسئلة earn a living معناها يكسب قوتة يوميه برضو مش هتيجي يبقى الاجابة gain gain يعني ايه بقى gain معناها يكتسب تيجي مع مين يكتسب مثلا ثقة زي دي يبقى الاجابة هنا gain او يكتسب سمعة gain fame اللي يجي منها famous او gain مثلا knowledge يكتسب معرفة او gain weight اللي عارفين كلمة weight يعني وزن gain weight يعني يكتسب وزنا فيزداد في الوزن خلاص طيب رقم تمانية بيقول after months without rain بعد شهور بدون المطر the ground الارض طبعا هنا ground مش الكرة الارضي الارض يعني التربة وكده الارض was to not to plow احفظوا كلمة plow معناها يحرث او يفلح يفلح الارض يعني تمام يقلب التربة وكده يبقى الارض كانت ايه جدا اكثر من اللازم to اهيه يترى hardness hardly hardest hard هو عايز يقول ان الارض كانت صلبة جدا محتاجين الصفة صفة عادية جدا صلبة يعني يا شباب يعني hard قلناها في اول الفيديو طيب رقم تسعة بيقول youth youth يعني الشباب youth not is a group of young people مجموعة من يا شباب who do things together بيعملوا الاشياء مع بعض اه يبقى رابطة شبابية جمعية شبابية اللي احنا حفظناها في الدرس في الوحدة الرابعة او في الوحدة التالتة association معناها جمعية او اتحاد الشباب خلاص وكلمة association جاية من associate اهي associate associate مني فكرني معناها ايه معناها يلازم او يرتبط به وهكذا خلاص اللي جاي منها الاسم association اللي هو رابطة او اتحاد او جمعية ما تنسوش ان ممكن يكون نطقها associate او associate وبالتالي الاسم associate associate انا عارف ان صعبة شوي federation يعني اتحاد كبير على مستوى العالم مثلا يعني مثلا زي اتحاد كرة القدم fifa اللي هي fifa يعني participation معناها مشاركة قلنا جاية من participate لما قلنا take part participate وشير كلهم نفس المعنى يشارك انا بكرر عشان تحفظوا dream معناها ايه يحلم او حلم رقم 10 بيقول the children grown up grown up مين يفكرني معناها ايه ناضج او بالغ اللي هي كانت تساوي ايه ماتشور او ماتور وورده كانت تساوي adult adult كصفة لاني adult تنشي ايه برضو noun لكن دي صفة ودي صفة ودي صفة كمان مراش الحتة دي مهمة grown up تساوي mature grown up تساوي mature معناها ناضج او adult اللي هي بالغ اللي جابة تبقى lucky ما تنسوش يا جماعة كلمة survive young woman survive يعني ايه young woman cultured معناها مثقف تمام رقم 11 بيقول i am trying to remember والله انا بحاول اني افتكر but i am sure بس انا متأكد ان انا i saw it not يا اما انا متأكد ان انا شفتها في مكان بس واضح انه بيقول انا بحاول افتكر يعني مش فاكد فهو متأكد ان ما شفهاش خلاص يمحتاجين النفي يعني تقول لي so ما فيش نفي هقول لك لا ممكن النفي يكون في الاسم عادي زي جملة مثلا i had هكتبها فوق اهي i had no money اي شي i had no money يعني ما كانش معي فلوس i had no money ما كانش ازاي هاد ما كانش لأ ما هو النفي في no اللي هو الاسم يعني طب عايز اقولها بنفي فعل هقولها i didn't have i didn't have من يكمل any money خلاص ما فيش نو بقى ما فيش ايه no يبقى يتم في الاسم يتم في الفعل طب هنا هننفي مين بقى ما هو الفعل ما تنفياش ما قالش didn't see يبقى هننفي الاسم اللي هو nowhere يبقى معنى الجملة ايه عشان تلخبط دخل لبالكم والله هنا بحاول ان نفتكر بس المتأكد انا ما شفتهاش في اي مكان ما شفتهاش او ما شفتوش حسب الحاجة الغير عاقل دي خلاص طب عايزة اقولها بقى بanywhere دي اللي هي دي هيكون قبلها didn't see didn't ايه see didn't see خلاص يبقى i saw it nowhere يعني ما شفتهاش في اي مكان تساوي i didn't see it anywhere خلي بالكم من الجملة دي مهمة جدا جدا بتيجي في امتحنات تمام حد يقولي طب ما هو somewhere في مكان ما لا هو بيقول انا بحاول افتكر بس انا متأكد ما شفتهاش يعني واضح من المعنى يعني مش هو شافها يعني خلاص والمفروض بصراحة كان نشل اخترتك عشان ما لا اخبطش اوي طيب رقم 12 بيقول all he needs is a or a not to show his ability كل اللي محتاجه نقط عشان يظهر القدرة بتاعته كل اللي محتاجه ايه opportunity for a solution يعني حل admittance يعني اعتراف جاي من الفعل admit يعني اعترف اللي احنا قلنا تساوي confess طبعا انا بكتب الحاجات دي كلها وكاموا وراجع يا شباب ماشي يعني رجعوها معاها وحاولوا تكتبوها unusual غير عادية وغير استثنانية طبعا اللي هيكتب بس اللي مش حفظ الكلمة ماشي لكن حفظها خلاص يركز معاها ويقرر وخلاص يبقى اللي جابها تبقى opportunity يعني فرصة اللي هي تساوي chance تساوي ايه chance و solution جاي من الفعل solve يعني حل حل مشكلة مسألة وهاكزا رقم 13 بيقول when yusuf's computer not were not good enough for the job skills experiments debts machines طبعا هنا في خطأ مضاي experiments يعني e-n مش n-e يعني skills يا شباب يعني مهارات مهارات كلمة مهمة جدا مهارات experiments تجارب علمية او معملية تجارب علمية او معملية experiments experiments وفرقوا بينها وبين كلمة experiences اللي هي تجارب حياتية او خبرات لا دي تجارب في المعمل خلاص خاصة بالscience العلم وكده والعلوم debts معناها dune debts يعني dune debts يعني dune will be silent machines قالت يبقى الاجابة تبقى skills معناها مهارات الحاسوب بتاعت يوسف ما كانتش جيدة بقدر كافي للوظيفة رقم 14 i hope to live in a civilized نقط انا اأمل ان اعيش في نقط الاسم ده اللي جاي عشانه لقاه وفي صفة بمعنى متحضر ايها civilized متحضر خلاص متحضر civilized وممكن الاس تبقى زد عادي في الامريكا يبقى انا اأمل ان اعيش في ايه في نقط متحضر whose residence ساكنيه لان كلمة resident معناها ساكن معناها ايه ساكن يبقى الذي ساكنيه are respectful محترمين للناس respectful معناها محترم خلاص طيب calamity calamity معناها كارثة اللي هي تسوي catastrophe وفي disaster اخدناها بلكده disaster disaster يعني كارثة خلاص calamity تسوي disaster تسوي catastrophe يعني كارثة caravan اللي هي قافلة او caravan يعني shop محل community يعني مجتمع ودي الاجابة community يعني مجتمع يبقى civilized community مجتمع متحضر طيب نراجع الكلمات اللي في الصفحة دي عشة مهمة اوي وفيها كلمات كتير associate state يرتبط الارض the ground plow يحرث او يفلح الارض تمام hard معناها صلب او ايه او بجد او صعب برضو youth association معناها جمعية شبابية survive young women cultured مثقف grown up تسوي mature وتسوي adult معناها ناضج و opportunity معناها فرصة و admit تسوي confess بمعناها اعترف و solve معناها يحل و solution معناها حل و skills معناها مهارات experiment تجارب معملية و death معناها ديون civilized معناها متحضر calamity كارثة تسوي disaster و community معناها مجتمع و كلمة ساكن اسمها resident و respectful معناها محترم طيب نكمل بقى رقم 15 بيقول in what ways بأي طرق do British and Australian نقط differ طبعا النقط هو الاسم اللي احنا عايزينه يبقى بأي طرق الاسم ده الاسترالي والبريطاني يختلفون كلمة differ معناها يختلف يختلف اللي هي جاية منها الصفة different والاسم difference يعني اختلاف طيب cultures معناها ثقافات cultures cultures وقالنا كلمة culture كاسم لا يعد معناها زراعة برضو خلاص يبقى زراعة أو ثقافة وقالنا cultured معناها مثقف admittance قلناها كذا مرة معناها اعتراف جاية من admit يعترف characters معناها شخصيات في مسرحية أو فيلم أو رواية وهكذا dreams معناها احلام يبقى اللي جابها تبقى cultures معناها جملة بقى أو السؤال بأي طرق تختلف شوفها نترجم ازاي تختلف الثقافات الاسترالية والبريطانية ستاشر ستاشر the thief the thief unless finally not he had stolen the money list في النهاية نقط انه سرق الفلوس broke معناها قصر admitted اعترف experienced مرة بتجربة paid معناها دفع فلوس وكده طبعا الإجابة تبقى admitted اللي احنا قلنا تساوي confessed طبعا هنا confess معناها يعترف طيب سبعتاشر contact your local branch يعني اتصل او تواصل مع contact contact اتصل او تواصل مع your local branch الفرع المحلي بتاعك to not an appointment كلمة appointment معناها موعد معاد رسم وكده يبقى عشان ايه تحجز موعد او ترتب موعد حسب الاختيارات do save arrange worry arrange معناها يرتب يبقى محتاجين يرتب موعد وخلي بالكم ان كلمة appointment اللي هي معناها الموعد بتاخد دايما قبلها الافعال زي have arrange book fix make فاكرين دي بنسميها colocation يعني متلازمة لفظية يعني الفعل داي يمشي مع الاسم ده يعني مثال بيقول i'd like to make an appointment انا عاوز اعمل معاد ارتب معاد to see the doctor please يبقى make ساعتها ممكن اتشيلها وحط مكانها اي فعل من دول have arrange book او يرتب معاد fix طيب رقم 18 بيقول you're too short and too not انت اصير جدا اكثر من اللازم and too نقط ونقط جدا اكثر من اللازم so you should go on a diet عشان كده ينبغي عليك ان ايه تمشي على نظام صحي نظام غذائي نظام غذائي diet حملوها بالعامية diet سيب النط بالانجليزي diet diet go on a diet طيب miserable تعيس أو بائس plump معناها مكتنز أو ممتلئ الجسد dirty متسخ hard صلب أو صعب أو بجد طبعا نجابة تبقى plump 19 بيقول the chef chef معناها رئيس الطهاء chef chef و c و h هنا مش بننطقهم sh لا بنقول sh كأنهم sh chef يبقى the chef made a or a not عمل ايه chef of baking powder and water to use in his new recipe حفظوا كنمة recipe معناها وصفة الطعام وصفة أكل وصفة recipe والإيه بتتنطق recipe recipe تمام يترى solution يعني حل مش هتيجي ingredient معناها مكون أو مقدار مقدار أو مقادير مقدار invention اختراع component برضو معناها مكون يبقى كده عندنا اتنين يحياروا اللي هما مين اللي هو b و d بقى اللي جابة يا b يا d بس بيراح كده معايا ingredient معناها مكون أو مقدار في الطعام والأكل لكن دي حاجة physical حاجة صلبة يعني مثلا أو حاجة مادية زي مثلا مكونات الحسب الألي مكونات الموبايل مكونات السيارة و هكذا يبقى مش هتيجي معنا دي يبقى اللي جابة تبقى ingredient احفظوا كلمة component مكون شيء مادي طيب رقم 20 if you are playing against سالم لو انت بتلعب ضد سالم i warn you أنا أحذرك i warn you هي نقط losing هو نقط الخسارة واحد بلعب ضد واحد فيقوله بحذرك انه هو كذا الخسارة يحب الخسارة بيكره صح يبقى كلمة loves و likes مستحيل و feels اللي يشعر أو يعطي احساس مش جاية خالص كمعنا يبقى الإجابة hates يكره طيب رقم 21 بيقول we want our students to become نقط احنا محتاجين من طلبنا انهم يصبحوا نقط and responsible members واعضاء مسئولين of society للمجتمع harmful معناها ضار وما حدش قولي ضرر وفرق ما بين الصفة والاسم harm معناها ضرر harmful معناها ضار دي صفة لان لما نضيف suffix full تدينا صفة على طول تمام طب use يعني use استخدام طب useful كثير الاستخدام فهو مفيد يبقى مفيد useless لس بتدينا العكس يبقى بدون استخدام يبقى ضار او ايه مثلا عديم الفائدة خلاص useless عديم الايه الفائدة طب used معناها مستخدم يبقى اللي جابة تبقى useful مفيد 22 بيقول the government الحكومة نقط the difficult task كلمة task يعني مهمة تمام يبقى الحكومة نقط المهمة الصعبة of rebuilding لإعادة بناء the country's economy اقتصاد الدولة اللي جيدة بتاع الغد تمام paper a paper papers papers الله ده كلهم شبه بعض طب بل راح ركزوا معايا كده paper لوحدها من غير a ولا an ولا is معناها ورق وده اسم لا يعد ايو عندهم الورق لا يعد زي money عادي جدا تمام يبقى منفعش حط لها a ولا an ولا is جمع طب لو حطنا لها هيتغير المعنى زي كلمة دي a paper يبقى كلمة paper لو تعد لها مفرد بال a مثلا وجمع بال is يبقى ساعتها معناها ايه مستند او جريدة مستندة او ايه جريدة خلاص يبقى دي معناها ايه مستندة او جريدة وده مستندات او جرائد خلاص وده papers معناها فلفل مش هتيجي يبقى كده عندنا اتنين مستبعدين تمام طب حد يقول لي عايزة اقول ورقة واحدة ما هو paper لا يعد عايزة اقول ورقة هقولها a piece of paper اللي هي اداة التجزوة او a sheet of paper تمام يبقى لجابة منحصرة ما بين b و c بس ركز معا فيه قاعدة بتقول لما يكون فيه اسم الكية للاسم تمام الاسم اللي جاي مستحيل في a ولا an ولا that اللي هما articles ادوة التعريف والتنكير مستحيل وبالتالي دي خطأ لغوي على طول تمام هي ممكن تكون في مكان تاني صح لكن هنا تحديدا غلط عشان apostrophe s a الملكية خلاص يعني ممكن اقول لواحد give me a paper يعني تديني جريدة تمشي ساعتها قلنا a عشان ما فيش apostrophe s ملكية يبقى هنا خطأ عشان apostrophe s ملكية يبقى لجابة papers جرائد الغد جرائد الغد طيب رقم 24 بيقول after a long time of illness i am feeling not today هنرجع للون الاساسي يبقى بعد a long time of illness بعد فترة طويلة من المرض i am feeling not today انا حاسس انه نقط النهاردة بعد فترة طويلة حاسس انه اتحسنت تمام graded معناها متدرج مش هتيجي advisable معناها ايه من المنصوح به يعني يعني منصوح منصوح به better معناها افضل stressed معناها مضغوط مضغوط او متوتر خلاص يبقى لجابة تبقى افضل خمسة عشرين بيقول my daughter is busy بنتي مشغولة نقط for her exams لامتحاناتها she is a clever student خلي بالكم كلمة busy هتبقى لكم فوق اهي busy لو معناها مشغول وجب بعدها مشغول في ايه عندك حل يا اما with واسم من غير ing يا اما ing على طول من غير ايه with يعني ايه مثلا انا مشغول في المذاكرة i am busy studying studying على طول studying my lessons او اقولها او اقولها i am busy with my lessons ما ايه lessons خلاص لاحظوا مع with ما حطتش ing طيب انا واحدة هنا موجودة مفيش with اصلا تمام يبقى على طول الing يبقى الاجابة studying حفظوا الصيغة دي مهمة جدا 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 26 بيقول don't take it not granted that other students will start a conversation at your new school don't take it for granted يعني انا قلتها بسرعة سهلة جدا احنا حفظينها take for granted معناها ايه هكتبها هنا تاني take عشان مهمة بيحطها في المتحنات كتير take for granted معناها ايه يسلم بالامر يسلم بالامر مش بينقشوا يأخذ الامر كمسلم به مش بينقشوا خالص تمام كده take for granted على بعض take for granted take for granted وفيه تعبير تاني it is taken for granted يعني انه من المسلم به دون نقاش يعني خلاص معنا الجملة يعني ما تسلمش بالامر ان الطلاب التانية هتبدأ محادثة هتبدأ محادثة conversation معناها محادثة اخدناها برضو محادثة at your new school في المدرسة الجديدة بتاعتك 27 بيقول I've got too much to do يعني انا عندي شغل كتير جدا and I am completely وانا تماما ايه happy سعيد مش جاية busy مشغول تمشي pleased مصرور مش هتيجي stressed مضغوط يبقى انهي واحدة فيهم بصوا كده معايا شباب دي الجملة الاصل من قموس كيمبرج هو كلمة stressed ممكن تاخد out او لا وبالتالي نفس المثال بالضبطة هو I've got too much to do and I am completely stressed out او stressed فالاجابة المفروض تبقى stressed بس ده برضو مش معناه النبيزي غلط دي خطأ من كتاب جيم هو حطت الاخترين صح فدي خطأ مش هتكرر في الامتحانات طبعا ان شاء الله فتبقى الاجابة كده احتمالين اللي هو busy وكمان ايه stressed طيب رقم 28 بيقول the IT specialist كلمة IT اختصار لinformation technology information technology الIT specialist دايما متخصص في شبكات النت والحاجات دي كلها is working on يعني يعمل على تحقيق او انجاز not on the two offices in one network المكتبين في شبكة واحدة يبقى ايه توصيل المكتبين تمام communicating هتقول لي هي دي الاجابة لا communicate معناها يتواصل communicate with يتواصل مع عايزين توصيل اللي هي من اخر connecting يبقى الاجابة connecting لكن communicating و contacting نفس المعنى التواصل مع بس خلي بالكم communicating with contacting بدون with ماشي رقم 29 بيقول a not is someone who hurts هو شخص بيؤذي or frightens او يخوف someone شخص ما smaller or less powerful يعني اصغر منه او اقل منه قوة than them تمام nurse ممرضة او ممرض cheat معناها غشاش تمام bully طبعا cheat غشاش او يغش يعني اسم وفعل غشاش حفظوهاش مهمة او يغش خلاص غشاش او يغش bully معناها يتنمر او متنمر يبقى verb ونون بردو خلاص متنمر او يتنمر police officer اللي هو ظابط الشرطة طبعا اجابة تبقى bully معناها متنمر او بلطقي رقم 30 one of the main jobs واحدة من الوظائف الرئيسية او المهام الرئيسية of the special forces للقوات الخاصة special forces قوات خاصة is to know انها نؤد the city المدينة او مركز المدينة the city center and other important buildings والمباني الهم الاخرى يبقى واحدة من المهم الرئيسية للقوات الخاصة اللي هو حدف الشرطة يعني انها ايه تضبط الامن فمحتاجين هنا فعل to وفعل طيب police هتقول لي لي معناها الشرطة مش فعل لا اقول لك لا ما لها معنى كفعل معناها يضبط الامن يضبط الامن او يتحكم في حاجة او يسيطر على حاجة بقى دي الايجابة طبعا nurse معناها يمرد او يطبب تمام close معناها يغلق وستوب يوقف واحدة وثلاثين بيقول don't look at my answer sheet ما تبصش في ورقة ايجابتي that's not ده غش تمام هتقول لي cheat هقول لك لا cheat لسا لنا فوق يغش او غشاش احنا محتاجين ده غش يبقى cheating خلاص cheating يعني الغش cheating الغش cheat يغش او غشاش خلاص وبردو غشاش لها معنى تاني بالامريكان تشيتر يعني كلمة cheat بمعنى غشاش ديتو سوا بالضبط تشيتر بس واحدة بريتش واحدة امريكا خلاص 32 بيقول i liked him because he نقط bravely in a very difficult situation يعني انا اعجبت به او حبيته يعني because he لانه هو نقط bravely بشجاعة بشجاعة خلاص in a very difficult situation في موقف صعب جدا يبقى عمل ايه تصرف بشجاعة تصرف بشجاعة continued يعني استمر بشجاعة ايه استمر في موقف صعب ولا behaved تصرف بشجاعة في موقف صعب added اضافة copied يعني ناسخة رقم 33 بيقول if you want a job لو انت عاوز الوظيفة دي you will have to have to معناها يجب ان يجب ان او مضطر لان او لزاما ان يبقى عليك ان او لزاما عليك ان او يجب عليك ان نقط for it اه لو انت محتاج الوظيفة دي فانت يجب عليك ان نقط من اجلها تعمل ايه من اجلها relax ترتاح مش جاية stand stand تقف من اجلها يعني تقف لفون stand معناها يقف هو قاعد وقف مش هتيجي برضو continue يستمر يستمر لاجلها برضو غريبة بس ممكن تمشي لو لانا اللي جاية مش حلو fight يعني يقاتل اه يبقى دي الاجابة يقاتل من اجل شيء لانه عايزه طيب رقم 34 بيقول doctors الاطباء have to inform كلمة inform جاية من information inform معناها يخبر tell يعني قريبة من tell خلاص يبقى الاطباء عليهم ان يخبروا patient المرضى of the not احنا قلنا patient كصفة معناها صبور كاسم معناها مريض وهنا في اس يبقى كي دي اسم لان الصفات مش هينفع انضفناها اس يبقى الاطباء عليهم ان يخبروا المرضى of the not side effects الاثار الجانبية of the drug لهذا العقار او الدواء positive اثار جانبية ايجابية مش هتيجي احنا عايزينا سلبية طبعا nice جميلة ما هي نفس المعنى nice و positive نفس المعنى negative سلبية طبعا هي دي الايجابة رقم 35 بيقول my son's friends يعني صحاب ابني have had a or an not effect كان وما زال لديهم عشان مضارع التهم كان وما زال لديهم اثر نقط عليه on him اثر ايجابي او سلبي حسب الجملة اللي جاي and his results والنتاج الامتحنان بتاعته have improved تحسنت اه يبقى هنا اثر ايه ايجابي مش سلبي اللي هي negative ولا disadvantages يعني ملهوش ميزة ولا unhelpful غير متعاون يبقى الاجابة تبقى positive معناها ايجابي positive معناها ايه ايجابي 36 بيقول any increase اي زيادة نطقها increase any increase اي زيادة in taxes في الضرائب may have a bad note on business ربما يكون لها تأثير سلبي انا قلت لها تأثير سلبي على الايه على العمل التجاري يبقى تأثير محتاجين تأثير effect ده فعل معناها يؤثر على effect يؤثر على وخلي بالكم ما بتاخدش حرف جر في العربي بس يؤثر على موجود على حرف جر هو لكن في الانجليش ما ينفعش تقول on خلاص طيب effective effective مش معناها مؤثر خلي بالكم effective معناها حنين يعني ماشي يبقى مش هتيجي خالص effective معناها مؤثر او فعال احنا محتاجين اثر يبقى effect و effect تساوي impact يعني اثر برضو وتساوي influence برضو معناها اثر او تأثير influence طيب رقم 37 بيقول no doubt that مما لا شك فيه no doubt that no doubt that كلمة doubt معناها شك او يشك no doubt that مما لا شك فيه there is a not يوجد ايه between smoking and cancer ما بين التدخين والسرطان يبقى يوجد علاقة او رابط مين يفكرني معناها ايه علاقة او رابط معناها relationship relationship او link او connection الموجودة ايه connection لكن communication معناها تواصل communication معناها تواصل باستخدام اداة تواصل وكده او وسيل التواصل contact نفس المعنى collection معناها مجموعة رقم 38 بيقول i asked huda what she thought i should do الله هي طلبت او سألت هودا اه هي كان في اعتقادها المفروض انا اعمل ايه she always gives me good not هي دايما كانت بتديني good not نصائح ايه جيدة طيب خلي بالكم كلمة نصيحة بالانجليزي يعني tip تمام وجمعها tips يعني كلمة تعد عادي جدا لكن advice ده اسم لا يعد اسم لا يعد خلاص يبقى مستحيل ياخد ولا ا ولا ان ولا اس طبعا هنا الاجابة advice طيب من فكرني connection يعني رابط او اتصال او صلة طبعا notice board معناه لوحة ملاحظات او ايه لوحة اعلانات يعني في مدرسة او جريدة او حقا زيك notice board notice board ما تنسوش notice board في الامريكا متسوي bulletin board bulletin board يبقى notice board bulletin board معناها لوحة ايه اعلانات device معناها جهاز device معناه جهاز والفعل منها device يبتكر او يخترع device يبقى كده معناه كم كلمة لخبط او advice اه نصائح لا تعد طيب الفعل منها advise ينصح ده الفعل خلاص ده الفعل ينصح طيب عندنا كلمة device معناها جهاز ده الاسم طب الفعل device بالاسم معناها ايه معناها يبتكر طيب تسعة تلاتين بيقول she's been feeling هي كانت تشعر وما زالت تشعر very not since she started this tiring job منذ ان بدأت هذه الوظيفة المتعبة tiring معناها متعب اه يبقى هي حاس انها ايه happy و glad ما نفس المعنى مبسوطة و pleased نفس المعنى يبقى الايجابة stressed معناها مضغوطة رقم اربعين بيقول tamer's already gone to room tamer بالفعل راح لروما and his wife وزوجتها and children واطفاله will not him shortly سوف نقط shortly في وقت قصير في وقت قصير يعني قريب جدا يبقى سوف يتبعوه follow معناها يتبع طبعا هي دي الاجابة give يعطي provide يمد او يوفر neglect معناها يهمل تساوي ignore تساوي ايه ignore وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة استنوني في الفيديو القادم ان شاء الله هنحل تمرين كثيرة على الكلمات والقواعد اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا